اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا فيكي استغفر الله كأنه الموضوع لعبولاد صغار هارون بابا شو انت مع رحة ابني؟ استغفر الله شو القصة؟ هاد لاقش اهلا وبابا عم يقل له يا ابني كمان شو اين اهلا؟ هنين راحوا بس انا ضليت هون هو الموضوع لما حكتلي يارين عن الشي اللي صار يا ربكي انا ما حبيت روح واترككم لحالكم بيهالمحنة كيفك ام ايدك؟ الحمد الله يا ابني اهلين وسهلين فيكي اهلين فيكي لا تضل هون تفضل ابني جيهان اغا جيهان اغا جيهان اغا يا امي اهلا وسهلا فيك مليكة ليلي ليش كنتي عم تناديلي؟ نصوح اغا بالصالون وقال بده يحكي شيء لكل العيلة طيب روحي طعوا بلا ما نخليه استنن يالله شأباك ابني الطعرة؟ هوي اهل العيلي يا ابي يعني بالكي الموضوع خاص بستنى هون شيء مو مشكلة، انتو تفضلو انت هلا صرت من عيلتنا يا ابني، تفضل شكراً بس رجاءً لا تفهمني غلط وأنا بشوفكم مثل عيلتي بس لسه أنا ويارين ما كتبنا كتابنا ويمكن وجودي يزعج نصوح آخر لا ما بيصير هالحاكي يا إبني أبوك عم يحكي ولازم تسمع كلامه يلا تعال معنا ولازم جانب تعال بلا ما نتخير عليه يلا هاروت والله برافو عليك طول حياتي أنا ما شفت أكذب منك ما شاء الله تعريك مؤليل أبدا مش أنت عارفي يا ربي والله الولادتس يجنني إذا جنت وخرقته بإيدي ساعاته رح يعتبروا رجال ويحاسبوني عليه يعري نهدي شوي لا تتوتري أنا فكرت كتير ووصلت لقرار وجماعتكم هون لخبركم بقراري بخصوص شو أبي أرس عزاد بما أنه آشاد أوغلو رح يساوه أرس فمعناته بهي الحالة رح نعزم كل مديات عهد الأرس أنا ما بدي عرس أنت أخدت قرارك وتزوجت والعرس مسؤوليتنا نحن أنت من آشاد أوغلو وخصوصا أنت حفيدي الوحيد وأنا خبرت جدك مصطفى واتفقنا أنه لازم نساوي لك عرس ما صار مثله بكل مديات آه هادي اللي كان ناقص برافو عليك بابا حرقتنا وحرقت الولد معنا أنا وإليف فكرنا بهالموضوع ما بدنا عرس لا تضغط علينا أكتر إليف يلا بابا طبعا بالنهاية القرار الأخير إلك بس سمعت الولاد ما بدون عرس بعدين به الشتوية شون رح تستضيفك الأهل المديات أنا برأيي نستنى للربيع ومن هلأ لوقتها ما بنعرف شو ممكن يصير شو رح يصير الأولاد اتفعوا وكتبوا كتابهم انتهينا أنا أخذ قراري رح ساوي لن العرس بالمزرع رح حط خيم للضيوف بالعراضي رح جيب طباخين وجيب عشرات الخدم ورح نتبح أضاحي ورح خلي كل الناس يقولوا ما شافوا مثل هيك عرس بحياتهم اتفق مع كم واحد بيدقوا عطا والله قال شاد أوكلوف في عندن عرس هلأ روحوا وحكوا مع ممكن المجنون منشان ما يزعجني أبدا ويساوي شي ممكن يخرف فيه حفلة العرس هندان أصحك أنا رح روح وشوف آزات بابا ها الفكرة ممتازة بس متل ممبين عزيزة ما عم تقبل تتخلى عن انتقامه اي لا تخلى عن شي وإذا جيهان أنا سمعت هالكلام من زوجتك فما بدي يسمعه منك ورح نساوي الأرس فهمت؟ وانتقام عزيزة ما بيخوف آل شاد عقله ايه متل ما بدك انت كبيرنا وكلنا تحت أمرك اشتركوا في القناة